تبقى يعكس علينا الأشياء الجميلة على كل الأبراج وخاصة الست أبراج الهوائية والنارية اللي هو هيكون بجانبهم جامد جدا طيب هوا هيبدأ إمتى؟ أعتقد 23 هيبدأ بكرة أنا من حسابات أنا في ناس بتحسب 23 وفي ناس بتحسب 22 يعني احنا خلاص النهار بيعتبر آخر يوم نهار ده بيعتبر آخر يوم فيه وبعد كده بيدخل خلاص لبرج الميزان وتقابل زي ما قلتلك مع الظهرة طيب تلمنا بقى دلوقتي عن الميزان بصفة عم الميزان برج الميزان حظه وغبره ايه حظوظه السنة دي كانت حلوة جدا وزي احنا ما قلنا إن الشخص هو اللي بيقدر يستفاد من حظوظه وهو اللي بيقدر يضيحها انت خليك ناصح ونبيه وفكر في الشيء وغير من فكرك ما فيش حاجة سابتة يا جماعة إلا كلام ربنا سبحانه وتعالى لكن اي شيء يحصل فيه تغيير هو بيكون في صالحك انت حتى انت ما بتصال لو انت حتى لا إن الحظوظ بتاعتك وعجة اسعى اكتر غير من فكرك غير من طريقتك في التعامل مع الناس يمكن انت بتروح شكله مستفز للناس يمكن انت بتروح متأخر يعني ما بتباش قناص للحظوظ بتاعتك فالميزان عنده سنة ولا اروع ولا احسن السنة دي يا رب يكونوا كتير منهم اهداف وطموحات يعني لو بصنا البيت المال عندهم بيت المال تمام هنلاقي الموظفين عندهم علوات وترقيات واشياء حلوة تفيتهم تغييرات كبيرة في حياتهم للأفضل يغيروا سكانهم يغيروا مكان عملهم حاجات كتير تحصل لهم في الصالح انا بقول بس لما تبقى الدنيا معاك مشى في اليوم حلوة وتمام اسعى وزود من سعيك بقول لكل الناس لو لقيت ان الدنيا وقفة وحس ان في حاجة عربة معاك بلاش تحاول تغير مصارك اساسا تعمل حاجة غير اللي كنت بتعملها بلاش تهضر علاقاتك في الوقت ده عشان تقدر تستفاد اكيد في حاجة تبقى تعدي المرحلة دي اليوم ده اليوم تخيلي اليوم الساعة انت لو انا وانتوا قاعدين وتناقشنا في حاجة وتشاكلنا وانا قمت مشيت جالة تليفون هرجح صاف وزال فل لكن لو تانينا قاعدين الفش بعض هنقطع بعض هو ده هي دي الفلسفة ايه ابعد وقود ترجمة نانسي قنقر